مساء الفل. نهاردة هنتكلم عن رامي صبري واعلان البومه من تنازل مبارح. وبخلاف ان احنا هنتكلم عن الاعلام بتاع الالبوم مش هنتكلم على الاعلام بتاع الالبوم. ولكن هنتكلم على سؤال مهم قوي. وهنرد عليه. ولكن حلو ان انت هيكون عندك ميني البوم. هو الاعلان بتاع الابوم رامي صبري. ايا كان بقى ان شاء الله الالبوم هينزل ستة اغاني مش فارقة يا فهمين. ولكن الاحساس انه فيه الابوم نازل مش مجرد اغنية. وده على فكرة كلامنا من سنين يعني يا حدة ان احنا بنحب الالبوم اكتر من الاغاني السنجل. كنت بتكلم تحديدا على العمر دياب. ولكن كلامي بيبقى والله يعني على اي مطرب انا بحب حاجة زي كده. ولما تامرت نازل الالبوم انا انبسطت الالبوم كامل لما حمائز سنة اللي فاتت نازل الالبوم. اا احترمت ده جدا. ولكن السؤال اللي احنا هنسأله النهاردة وهنجاوب عليكم. هو اغاني رامي صبر شبه بعض? ولا احنا بيتهيق لنا? جاي لي بعض الرسائل على الانستجرام وعالفيسبوك. في ناس تقول لي الاغاني حلوة بس. سمعناها قبل كده حسنا اا. في حاجة انا بشوفها في في الموضوع ده. ولما بدي رأيي في اي كلام او لحنة او توزيع. ممكن اقول لك الاغنية كلامها حلو. لحنة يعني توزيعها كويس حلو برضو. ده مش معناها اللي احناها وحش. بس معناها ان الكلام والتوزيع اعلى. ودي وجهة نظر شخصية. آآ ردي مش هيكون بناء على اي حاجة آآ بيرسنال. انا مقابلت شرامي. بس يعني في في كلام قليل اوي بنعرف بعض يعني. وده بحترمه جدا. وطلع في قبل كده قال ان هو بيتابعني. وهو عارف انا بحترمه دي وانا عايف ان هو بيتابعني. ولكن حتة الاغاني اللي شبه بعض دي آآ اللي انا هقوله ده مش دراسات. ولا دراسات ولا ابحاث ولا اي بتنجان. انا رجل مستمع. وبقوله من وجهة نظر. في نوعية اصوات صوتها بيطفوا على سطح الاغنية. والله العظيم ما تحنيك ده بجان. يطفوا على سطح الاغنية يعني. يعني مهما تسمع جديد هو بيعمله. هو اول حاجة بتيجي على بالك او اول حاجة بتاخد بالك منها صوته. مش اتكلامه واللحنة والتوزيع. رمي صبري من الناس دي. اليسة من الناس دي. عمر دياب من الناس دي. الله يرحمه عامر مونيف. انا دي وجهة نظر شخصية يا جماعة. يعني فاهمين? ما قلتش ان ده حاجة مسلم بيها يا. ولكن الاربعة دول تحديدا. لما بس مع اي اغنار ينبقى لكم عمر دياب. يعني بس اكيد يعني ما يعني مش مش حاجة لما ادحو على زن. بس بتكلم انه اول حاجة بتيجي اول ما تدو سبلاي الصوت ما ما كان الكلام لحنة والتوزيع مختلف. دي اه درامي صبري. فمعرفش ده ايه تحديدا ان المصمى بتاعه ولكن دي حاجة صوته ليه بصمة يعني. طبعا فيه داس محنكين يقولي طب والمطربين التانيين صوتهم اللي هم شو بقى. لا مش كده. بس مش عارفش رحالكو ازاي بس ده فعلا بيحصل معايا مع عمر مونيب اليسة عمر دياب رمي صبري. باقي الاصوات التانية وباقي المطربين التانيين جمدين جدا وممكن يغيروا من جلدهم تماما ما صدقش ايه ده هو ده هو ده مش عارفين ده هو ده يعني كزا مطربين. ايا كان بقى تامر وحمائي وتامر عشور رامي جمال. كل الناس دي ممكن تغير تماما. الاربع مطربين دول بالنسبة لي عامر وعمر ورامي وقليسة مهما يغنوا جديد هم صوتهم دايما فوق بعد كده الكلام واللحنة والتوزير. اا اا قولولي ايه رأيكم في الموضوع ده? هل انتو بتحسوا نفس الاحساس? الموضوع مش اغاني شبه بعض. رامي ما بعملش اغاني شبه بعض لان رامي يفهم موسيقى كويس. ومن الناس القليلة اللي بتعمل مزيكة بجد. يعني بتعمل مزيكة بشتغل قوي على الاغنية. فده اللي انا بشوفه انه اللي هياخد باله من الحتة دي هتحس دايما مش ان اغاني رامي شبه بعض. لو لو شلت ام صوت رامي. والاغاني دي سمعتها كده بصوت كل ملحم فيهم. اغاني مختلفة تماما. ولكن هو ذات نفسه اه هو اللي صوته اه ليه بصمة. بس اكبر دليل على كده انه ممكن اقول لك مطربين كتير جدا نغنوا اغاني شبه بعض بسبب اللحن. ازا الموضوع مش ان اغاني شبه بعض. فيه الحان ممكن تبقى شبه بعض. هو مش كده. ولكن انا بتكلم على نوعية اصوات مطربين معينين. مهما يغنوا انت رقم واحد من الناس ازا ايه كده? على فكرة ده مش حاجة مية في المية كل الناس بتحسها بس. في بعض من الناس وانا منهم بتحس ده. لو مهما يغني اول حاجة يعني في ناس مسلا ايه? اه الاغنية تشتغل يركز في الكلام فقط. هو ناس كتير على فكرة. هو ناس كتير. اللي كسرة التلاتين هيحسوا بده. في ناس بتهتم بالكلام قوي. اللي احنا متوزيع فاهم تمام? بس الكلام رقم واحد. انا عن نفسي ما عرفش ما بحسب لهاش. ممكن نسمع الاغنية الاولى استمتع بصوت المطرب. وبعد كده اسمعها مرة تانية ميكس بقى. كلام كلام مفهوم صح ولا لانه في بعض من الاغاني كلماتها مش مفهومة نظرا لان التوزيع ريتمه سريع. آآ سوري اللحن ريتمه سريع. آآ التوزيع البيت عالي قوي مش ممكن بس مش سامح حاجة. فاستعرض عضلات بقى لكل فنان منه كموزع او 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 ملحن. ده اللي عندي نهارده قولوا لي هال اغاني رامس قبل شبح بعض ولا هال صوته فعلا هو اللي بصمته اعلى من الاغنازة نفسها وزي التلات مطلبين اللي غيره اللي انا قلت عليه. ده اللي كان عندي نهارده اشتركوا في البيت سريع.